تحياتي وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحقيقة كد إشعاعات أخبار غلط مفبركة كلها هدفها نشر حالة من الإحباط وضرب المعنويات بالنسبة لنا كمصريين وتشككنا في كل حاجة بتعملها البلد أعتقد أن حضراتكم كده عارفين ده هدف مين أو ده مطمع مين وده الشغل الشاغل لجماعة الإخوان الإرهابية واللي بتستخدم دايماً كل أدواتها من قنوات ومنصات إلكترونية اللي بقت مكشوفة قوي وبقت يعني رخيصة قوي واللي جانب على السوشيال ميديا وتلاقي بقى هاشتاج بيتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتيجي بقى تشوف التفاعل مع الهاشتاج ده تلاقي ناس من دول تانية خالص ما لهاش أي علاقة بمصر شغالة على الهاشتاج ده وحسابات وهمية كل دي عصابات إلكترونية أو لجان إلكتروني للجماعة الإرهابية كل هدفها زي ما حضراتكو كده عارفين هو إنها تحاول تشتت وتضرب النفسيات والمعنويات بتاعة الشعب المصري تجاه علاقته ما بينه أو ثقته ما بين قيادته وما بينه هو وثقته في البلد وطموحه في البلد اللي جان دي طيب أو العصابات دي نواجهها إزاي ما هي دي حرب دي شكل من أشكال الحرب ودايما الحاجة الوحيدة اللي احنا دايما بنبروزها وبنأكد عليها هو الوعي طيب إحنا إزاي نقدر إن احنا نواجه اللي جان دي ونقدر إزاي نتصدى ليها ده اللي احنا هننقشه النهاردة مع حضراتكو في فقرتنا الرئيسية في حلقة النهاردة طيب نبدأ أخبارنا من خبر الدكتورة هالا زايد وزيرة الصحة واللي توجهت على رأس وفد طبي رفيع المستوى النهاردة إلى دولة السودان لتقديم الدعم الطبي اللازم ومساندتها في مواجهة السيول التي اكتاحت البلاد خلال الفترة الأخيرة ده طبعا تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكمان الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أوضح أن الوزيرة تترأس وفد طبي بيضم عشرين طبيب من مختلف التخصصات وأضاف أن خلال الزيارة سيتم عقد مباحثات ثنائية بين الجانب المصري والسوداني لبحث احتياجات المنظومة الصحية في السودان أشار كمان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أنه تم إرسال شحنة من المساعدات الإغاثية للشعب السوداني الشقيق أمس الاثنين وأيضا يعني تم ده علامات نطائرة عسكرية بتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني بتصل أو بتبلغ إلى 12 طن تشمل الأدوية والمحليل الطبية والمستلزمات الجراحية ويأشار كمان إلى إرسال شحنة أخرى النهاردة مرافقة طبعاً للوفد الذي تترأسه الدكتورة هالزايد وزيرة الصحة وتشمل 12 طن من المساعدات الإغاثية لدعم متضرر السيول في دولة السودان الشقيق من الأحداث المهمة جداً اللي احنا تابعناها النهاردة على مدار اليوم هو طبعاً يعني المؤتمر الصحفي اللي أتم وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي واللي أعلن فيه عن خطة الوزارة لسير العام الدراسي الجديد على مستوى السنوات الدراسية المختلفة في مصر إيه التحدي اللي عندنا التحدي ببساطة إحنا عندنا أكتر من 23 مليون طالب وعندنا مليون ومتين أو مليون وثلتمائة ألف معلم غير الإداريين إزاي هننزل ونروح المدارس ونتعمد نعمل الإجراءات الاحترازية ونحتفظ بتباعد آمن بين الطلاب أثناء هذه الأيام هذه المشكلة الهندسية ملهاش حل يتحط في عنوان إحنا هنيجي يومين إحنا هنيجي تلاتة كل الاجتهادات دي مش صحيحة ليه مش صحيحة لأنه الحل مايتعملش على مستوى الجمهورية كل مدرسة مختلفة في عدد الفصول وفي نوعية المدرسة هل دي ابتدائي بس ولا ابتدائي وإعدادي ولا دي مدرسة كل السنوات فكل مدرسة هيبقى ليها حل خاص بيها إحنا هنا هنحط ضوابط هيلتزم بيها الإدارات ومديري المدارس لتوزيع الولاد على الفراغات وعلى الأيام وعلى الأزمنة الهدف بتاعنا نكمل المحتوى الدراسي كله وما ننتقصش منه وما ننتقصش من العملية التعليمية ولا من تعلم الأولاد من حيث الإشاعات المتدولة بشكل واسع خاصة في السوشيال ميديا نفى الدكتور طرق شوقي ما يتم تدوله بخصوص إلغاء طبور الصباح والحضور والغياب في بقى أسئلة شائعة طبعا بتيجي منين بتيجي من الإشاعات التي لا تتوقف هل هتاخدوا الغياب هناخد الغياب دي سنة دراسي عدي هناخد الغياب وناخد الحضور وهناخد أعمال السنة أي حد يقول لكم غير كده اجتهاد لا يوجد شيء مني خارس هل طبور الصباح تلغى؟ لا طبور الصباح ما تلغيش نحن قلنا هندي مدير المدرسة صلاحية كبرى هو اللي هينفز على الأرض الإجراءات الاحترازية بما يراه مناسبا ومدير المدرسة والسادة المعلمين السنادي هيسترجعوا هيبة المدرسة وهيبة المعلم ومدير المدرسة هو اللي هيقرر كلامته في طبور ولا مافيش هنخش ازاي هنقض في الحوش ولا لا هنحضر ازاي ده قرار مدير المدرسة كل مدرسة على حد طيب من ملف التعليم نروح لملف تطوير العشوائيات وتحسين حياة المواطن المصري مصر اتحركت بوضوح وبشكل أظن مافيش حد يقدر انه هو ينكره بل بالعكس احنا نفتخر به والواقع واللي حصل على الأرض يقدر يكذب أي حد ممكن يكابر عن الواقع اللي احنا بنعيشه الدولة اتحركت بجدية لمواجهة المخاطر اللي كانت بتهدد حياة أهلنا في المناطق العشوائية ووفرت ليهم مكان وسكن محترم ولائق وآدمي وآمن وحياة كريمة عشان كده احنا محتاجين مع حضراتكم نشوف الفيديو اللي جاي ونرجع تي خمسين في المية من مساحتك يا مصر عشوائيات وتتكلموا على العدالة الاجتماعية ويصوروه في التلفزيون وقولك شايف المناطق اللي شايف مصر فين الحكومة تصف العشوائيات في مصر هي تعد مفرخة للأمية والجهل والفقر احنا كلنا معاك وحنغيرلك ده مش حنسيبك تعيش هنا مش حنسيب أطفالنا يطلعوا كده لا يمكن بيعيرونا بفقرنا نسا سا شخص والله لا يليق بلا نحن نعيش إلا ما نحل المسائل دي ونخليها تليق بمصر ولمصر طيب احنا محتاجين نشوف كمان مع حضراتكم الدولة عملت ايه الاهالينا اللي بينتقلوا للمدن اللي تبنت بديل العشوائيات زي مثلا الاسمارات وازاي بيتم تدريبهم وتوفير فرص عمل ليهم كمان وده اللي هنشوفه معاكم فيه التقرير اللي عبدوا زمائلنا فيه اليوم السابق المصنع الثلاثة في شهر اثناشر بدأنا ان احنا نغد العمال من الاسمارات ندربهم على انهم يبقوا مجهازين ومؤهلين انه هما يصدروا منتجه للملابس الجاهزة طبعا ابتدينا في اول الامر بوحدة النهاردة الحمد لله احنا عندنا ثلاثة وحدات احنا اصرنا على موضوع ان احنا المسروع يتعامل جوه الاسمارات عشان يبقى للااسمارات احنا كان نفسنا في المعيشة دي من الزمان بقى لي ثلاث سنين في الاسمارات والموضوع فرق معي في كل حاجة في المعيشة في المصاريف في كل حاجة يعني الصراحة متوفرة كل حاجة جميلة الصراحة فهنا طبعا فرصتي احلى بكتير انا جاية من حي الخليفة طبعا ممطقة عيني الحياة كنت بتطرر للا انا عشان ممطقة عشوائية ان انا مخرجش من بعد الساعة المغربة دلوقتي انا عايدي بنصر انا وعيالي براحتنا في النادي برا النادي في الاسمارات نفسيها لا ايا ما كانتش في حاجة متوفرة كنا بنخاف جدا يعني مجرد الليل ما يليل علينا كنا بنخاف اللي احنا نطلع او نخش او العيل يخرج من برا الباب عشان خاطر كان في حشرات كان فيه قرفة جنب مننا كنا يعني بنخاف من كل حاجة الصراحة اصبحوا النهاردة ما شاء الله يعني بفضل الله عندنا دلوقتي اكتر من مئة وستين عامل في الثلاثة وحدات الانتاجية دول المئة وستين عامل دول فيه منهم اكتر من مئة وعشرين مئة وثلاثين فرد بيعودوا على مكان بيعملوا منتج بيتصدر لكل دول اوروبا بيشتغل مع كبريات المركات العالمية الاول اللي احنا كنا عبين على جبل ما كانش فيه مية ما كانش فيه نور ما كانش فيه نظافة ما كانش فيه اي حاج غير كل حاجة يعني جبل ومطالع بتاع احنا جينا هنا نظافة مية نور غاز طبعا خرنا الشقة محروشة ونظيفة وحلوة يعيالي ذات نفسهم ينادي يروحوا فيه انا كنت بخاف اصلا امزل اطلع من بيتي بيعد العيشة الحقيقة دي حقيقة لا انا دلوقتي مثلا لو فيه حاجة وطلعت انا عارفة ان فيه اه من واقفلي انا اصف الزباط واقفين هنا فيه نقطة جوه كده يعني انا حاسة ان انا بالامان يعني حتى لو فيه حد حبي يعمل اي حاجة بلطجة او اي حاجة لا انا عارفة اني حددوا فين اهي الاسمرات ناس طيبين محتاجين انهم فرص عمل قريبة من سكانهم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا إيجاد عملة صعبة وفرت علي. أنا كان في بعض الحالات كنت مضطر ألجأ لعمالة أجنبية زي بينجلادياش والسرلانكيين والكلام دوت. كانوا بيأخذوا مني بالعملة الصعبة بيأخذ مرتبة بالدولار. أنا وفرت دولار للدولة. دخلت دولار للدولة فالفايدة هنا مزدوج مش بعيد عن إحنا بنتكلم في دلوقتي بنتكلم على بناء الإنسان تنمية الإنسان توفير حياة كريمة لي هي واحدة من أهم الأهداف والملفات اللي شغال عليها مصر بقوة ومع بداية زرعة أول بزرة ليها على أرض الواقع وإحنا شايفين الحمد لله وحاسين بالفرق والتطور والاختلاف الكبير اللي موجود على الأرض خاصة كمان اللي ينزل ويشوف واللي يذاكر واللي يبحث وراء المعلومة هيحس بالفرق ده. ده من خلال المبادرات والمشاريع واللي من ضمنها طبعا مبادرة الرئاسية حياة كريمة واللي ساعدت بشكل كبير على تحسين حياة المواطنين في القرى اللي تم استهدافها في المرحلة الأولى ولسا الدولة بتواصل وبتستمر في تنفيذ خطتها للوصول لأكبر عدد ممكن من القرى والأسر الأكثر احتياجا وفيه طبعا الإطار ده بيتم إطلاق المرحلة التانية لمبادرة رد الجميل بيئة تعاون مع مؤسسة صناع الخير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبدأت المرحلة التانية بوصول قطار مؤسسة حياة كريمة لصعيد نصر لتوزيع السلع الأساسية بقرية جزيرة الشندويل بمحافظة سوهاج طب احنا محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عشان كده معانا عضو متطوع في مؤسسة حياة كريمة الأستاذ محمد طاهر أستاذ محمد تحياتي لحضرتك تحياتي لحضرتك باند المساء الخير مساء النور أنا محتاجة أسمع منك التفاصيل يعني خاصة مع بداية المرحلة التانية من مبادرة حياة كريمة وانت شاب متطوع في المؤسسة دي التفاصيل ازاي بتتم رد فعل أهلينا في القرى الأكثر احتياجا وتفعيل المبادرة على أرض الواقع تمام في البداية فاندم حابب أقول لحضرتك أن يعني شغلنا كله على الأرض امتلاقت من اسم المؤسسة مؤسسة حياة كريمة حياة كريمة يعني كل ما يتعلق بالحياة الكريمة مأكل ملبس نشرب وظيفة سكن دي كل متطلبات الحياة لما مبادرة كات الرئيس حياة كريمة دعت من فترة لي رد الكيمين لأهلينا على الأرض والوصيل لهم أيانا ما كانوا ومعاهم في الأزمات معاهم عند حدوث أي شيء طار بيخل بحياتهم الكريمة بدأت المبادرة دي في شهر أربعة اللي فات وأثناء الجائحة في فيروس كورونا في صورة مبادرة رد الجميل رد الجميل بدأت بتوزيع سنديق شماية اجتماعية على أسرنا في القرى الأكثر احتياجا واللي أصبهم العوض بسبب جائحة فيروس كورونا كمان لمعرفنا اللي حصل مؤخرا في جزيرة أهلنا في جزيرة شندويل في صوهاج كان لازم على الأقل أبقى موجود معاهم من اليوم التالي للمشكلة قدرت أوفر لهم كمرحلة أولى بعض سنديق الحمال الاجتماعية اللي توفر لهم المؤنى الغذائية لفترة كافية لشين بحث مشكلتهم اللي متعرضين لها دلوقت احنا عرفنا إن المنازل عندهم أعطاق مياه جوفية تسببت لهم نوع من الأزمة في سكنهم الحالي تمام حضرتك فقلنا لازم نبقى معاهم خطوة بخطوة نست احتياجاتهم في الحتة دي ونحاول نوصل لهم من خلال مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة صنوع الخير الحياة الكريمة اللي صليق بيهم وطليق بالمواطن المصري عموما فاحنا تواجدنا معهم منذ اليوم الأول للأزمة ببحث أسباب المشكلة اللي اتعرضوا لها تمام تطوعنا في توفير احتياجاتهم الغذائية للفترة اللي جاية بخين الوقوف على أسباب المشكلة السعالية ومعاهم لحد زي ما بيقولوا كده الرمأ الأخير معاهم لحد الرمأ الأخير لحد ما نوصل لحل المشكلتكم إن شاء الله الخاصة بالمياه جوابية أستاذ محمد طاهر عضو متطوع في مؤسسة حياة كريمة أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل نروح لمتابعة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ النهاردة صوت المصريون في الداخل في 14 محافظة في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ واللي بيتنافس خلالها نحو 52 مرشح على 26 مقعد بالنظام الفردي واللي هيستمر فيها تصويت للمصريين في الداخل لحد بكرة الأربع إن شاء الله بعد أن تم حسم 74 مقعد من المقاعد الفردية في الجولة الأولى جولة الإعادة بتتم طبعا زي ما حضرتكو يعني عارفين لما حصل في الجولة الأولى وسط انتشار أمني مكسف من الأجهزة الأمنية والتنفيذية واستعدادات كبيرة لكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتوفير المناخ الآمن والمناسب للمواطنين للإدلاق بأصواتهم مع الالتزام بالاشتراطات الصحية زي مثلا التباعد الاجتماعي واتداء الكمامات وعمليات التعقيم محتاجين نعرف تفاصيل أكتر مع الأستاذ ماجد طلعت عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين يا أستاذ ماجد تحياتي لحضرتك أهلا وسهلا لفن المصدر المشاهدين مجريات النهاردة في عمليات التصويت تمت إزاي وتبعتوها يعني إزاي برضو في غرفة عمليات تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين الحقيقة من داخل غرفة عمليات تنسقية النهاردة بدأنا منذ التفسير صباحا تفرض سير العملية الانتخابية داخل اللجان 14 محافظة على مستوى الجمهورية اللي فيهم انتخابات الأعادة لمجلس الشيوخ 2020 حتى في ساعات الأولى من الصباح كان الاجتماعي ضعيف ويمكن كان الواضح جدا أن درجة الحركة مرتفعة بشكل ما فده كان معصر عدم صباح التصويت خصوصا من أغلبية المحافظات اللي فيها أعادة في جنوب مصر فدرجة الحركة مرتفعة جدا لقص الأسوان كان درجة الحركة مرتفعة ولكن مع دخول المتصف النهار بدأت الدرجة الحركة قليل شوية فبدأ يتوافل النخيبين ويمكن محافظات الواجهة للبحري بانسويف كانت فيها إخبار في بادر شوية قبليهم ولكن انخفض معدل التصويت خلال النهار ولكن ارتفع في محافظات الجنوب بالعكس مع انخفض درجات الحرارة برسعيد انتظمت فيها العملية الانتخابية ومكانش فيها أي مخالفات حتى هذه الوقت اللي حنتكلم فيها احنا رسا مقفلناش هنقفل جمال نص ساعة ما فيش مخالفات تم ملاحظتها تؤثر في صغر عملية الانتخابية وانه هي مجرد ملاحظات على أداء العملية الانتخابية منها وجود منذبيل المرشحي خارج اللجان في بنارات معلقة خارج اللجان اللي سور المرشحين كلها مخالفات لا تؤثر في العملية الانتخابية ولكن تم رسدها كمخالفات بالنسبة لبقية الإجراءات فتح اللجان تم في موعدها تساعة صباحا وجود الإجراءات الاحترازية كانت من أهم الملاحظات اللي احنا كنا نأكد على متابعين أنهم يتأكدوا من تواجدها الحقيقة جميع الجلجان ملتزمة بتطبيق الإجبارات الاحترازية بشكل حقيقي وشكل صارم أكثر التباعد مفروض بشكل إجباري لا يوجد دخول أكثر من واحد جوال لجنة استخدام الكمامات بشكل إجباري محدش يخش نزير كمامة ويمكن نحن شفناه برضو ونزل أكثر وعيا نخذل المرحلة الأولى نزولهم في المرحلة الأولى وضعهم ثقة أكثر يبقى فيه انتزام حاسم يعني داخل وده اللي حضر في مرحلة الأعاد أستاذ مابد طلع تعود وتنسقية شباب الأحزاب والسياسيين طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المعلومات كل يوم بيعدي بنلاقي في تحذير من دولة مختلفة من خطورة ودموية جماعة الإخوان الإرهابية وكمان التحذيرات دي بتيجي من دول الغرب مش بس من الدول العربية الجماعة الإرهابية دايما بتحاول إنها تتسلل للمجتمعات الغربية علشان تسيطر على مفاصلها وتعمل لها رأي عام داعم لوجودها في الدول دي قدام محاولات الجماعة الإرهابية دي بتتوالى تحذيرات من الخبراء في الدول الغربية من خطورة هذه الجماعة في العالم ومن التحذيرات دي زي اللي قاله كاتب أسباني في كتابه الإخوان واللي قال فيه إن التنظيم ليس مجرد حركة بل جماعة إرهابية بتعمل ضد الأمن وهدفها الوحيد الوصول للسلطة بأي شكل كمان قال في كتابه إن الربيع العربي بالفعل انقلب إلى خريف عربي خاصة بعد وصول الإخوان إلى الحكم في مصر طيب وإحنا بنتكلم عن الجماعة الإرهابية لازم إن إحنا نتكلم وزي ما أشرنا مبارح عن حالة الانقسام اللي بتعيشها الجماعة بعد القبضة على محمود عزة القائم بأعمال المرشد العام والخلاف داخل هذه الجماعة خلاف بقى تدائر على إيه؟ على حول مين الشخص اللي هيخلفه وإزاي ده انكشف وبان جدا ووضح من رغبة الإرهابي الهارب إبراهيم مونير للانفراد بالسلطة داخل التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية واللي برضو كشف الصراع اللي جوه واللي بتعيشه الجماعة عن أكاذيف في مواقف إبراهيم مونير نفسه وإن اللي بيقوله في تصرحاته غير اللي بيقوله في الكواليس أو في الغرف المغلقة بس هو ده العادي ما هو إحنا متعودين ما هو الكتب عادة يعني مش طبيعة جديدة عليه هي طبع فيه الكتب في كلام الإرهابي إبراهيم مونير كشفتها طبعا تغريدة نشرها الإعلام الهارب في تركيا سامي كمال الدين واللي نقل من خلالها تفاصيل مكالمة ضارت ما بين المقاول الهارب محمد علي وإبراهيم مونير عن موقف الجماعة من موت محمد مرسي واللي طبعا تزامنت مع تصريح المقاول الهارب على قناة الجزيرة القطرية بأن مونير قال له بالنص كده موضوع محمد مرسي مات بموته وإبراهيم مونير طلب مني إعلان ده عايزين نتكلم في القصة دي مع الأستاذ أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزا ليوسف أستاذ أحمد تحياتي لحضرتك أستاذ أحمد مع حضرتك تحياتي لحضرتك أستاذ المشاهدين أهلا وسهلا لو اتكلمنا عن التحذيرات اللي كل فترة بانتباحها وبتطلع من الدولة الغربية عن خطورة الجماعة الإرهابية ممكن نقول إيه في النقطة دي تحديدا خلينا أقول لحضرتك يمكن في المحنة الأولى اللي شاهدتها في أدبيات الجماعة الإخوان الإرهابية في وقت الرئيس عبد الناصر لما اعتقل عدد منهم وحل تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي العناصر الإرهابية اللي كانت موجودة والتي استطعت الهرب وقتها من جماعة الإخوان هربت عدد كبير منها لبعض الدول العربية ودوى التزامن كمان مع الوفرة المسطية فيها فاستطاعوا أنهم يكونوا لوبي داخل هذه الدول واستطاعوا يستخدوا من تركوا في الثروة نتيجة يعني موجود فائز نفسي وزور البترول وخلافه فاستطولوا ثروات كبيرة في بداية الأمر ثم بدأوا ينطقلوا منها إلى أوروبا ودوى كان نقلة نوعية ثانية في فكر جماعة الإخوان الإرهابية فيما يخص حكي فكرة أدبيات جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تنظر إلى البلاد الغربية بأنها دار حرب وأنها لا بد من مقاطع يعني نشكل هناك ما يستمع تحت غطاء جماعات إسلامية وجماعات خيرية في تكويل وتحويل هذه الأموال طيب إيه رأي حضرتك يا أستاذ أحمد إن إحنا نكمل النقطة دي تحديدا ونستكملها كمان بالفيديو اللي إحنا نشوفه مع حضرتك ومع السادة المشاهدين والغنيم يمكن فضح محمد علي وتاريخه وعلاقته بالإخوان وقطر عشان كده إحنا محتاجين نشوف الفيديو ده ونسمعه كويس قوي مع حضرتك ومع السادة المشاهدين ونرجع نربطه بكلامنا عن سؤالنا الأول المهم يا محمد يعني أنا بس بفاهمك أن أنا هو مركز في تفاصيلك وبحبك بس بحبك لكن شايف أن أنت لذلك ما بتحبش البلد لأ ده أنت كده بتحب نفسك يا محمد وأنا عايف أن محمد هيتفرج على فكرة أنه هو دايما بيقول لي أنه هو بيتفرج على كل قائفاتي وبيقعد يدحك كمان بيدحك لما بهزر حتى لما كنت بشتمه كان بيقول لي برضو أنه هو بيدحك راجل دمه خفيف وواسع كده لو هو بطل يفتي في اللي هو مش فهمه هو زعل من حتة كده ولأ أنه هو خلاص يبقى حل البلد أنه نتخلص من كل الفسدة إيه بقى تعريفك يا عمى محمد الفسدة هؤلاء كلهم أيوة ومين بقى اللي هيمسك يا محمد يا علي لما إحنا هنتخلص من كل الفسدة اللي بتعريفك أنه دول الفسدة إيه لا ما أنا عرفش بقى إن شاء الله هنأه جيب بقى الإخوان مثلا مثلا محمد ما هو ساق أو نجيب بقى كم واحد قطري مثلا يمسكها أو نبعت لإردوغان يجيب لنا كام وقت من العيال المصريين اللي هو بيبقى ملعوب فأساسهم ملعوب فأساسهم فأساسهم ملعوب فأساسهم يا لأ أنت و هو يا لأ وإيه ونفسهم بقى خليفة تركي وبتاعها فيعملوا لنا يعملوا مصر ولاية عثمانية يا دي يا محمد يا علي يا لأ لأن اللي زيك هو اللي هيغير لنا مصر وهو اللي هيصلح التعليم يا محمد يا علي يا حبيبي أنت طول الوقت طول تقول على نفسك أن أنت تعليمك بسيط ومش متعقل وعلى فكرة دي مش شتيمة ومش إهانة لأن أنا بشوف في النهاية يا ما ناس بشوفهم عليهم لقب دكتور وهم أوسخ خلق لا يا ما ناس بشوفهم حطين قبل اسمهم لقب دكتور وهم أوسخ خلق لا ويا ما ناس بشوفهم ما بتعرفش تقرأ وتكتب بس والله العظيم عشرته وصحبته وحضنه كمان يحسسك أن الدنيا بخير فاهم قصدي فأنا ما بفتليش على حد لكن أنت رجل تعليمك بسيط هتمسك أنت أجندة التعليم أنت رجل تعليمك بسيط وفكرك على قدك قاعد بتشرح للناس إزاي أن أنت عندك حل المشكلة يا محمد محمد مشكلة الحياة قاعد بكتير منك الله يخرب بيتك يا أستاذ أحمد يعني حضرتك أكيد تابعت معينا الفيديو ده وعايزين نربط وما بين كل الكلام اللي حضرتك كنت بتتكلمه قبل ما نتابه لا طبعا يعني أنا الحياة وانتهش يعني ده وقل غنيم اللي بيتكلم مش حد يعني مش حد يعني مش أي حد يتكلم وقل غنيم يعني كان أحد ربوز أحداث يناير والنهاردة ومعروف علاقات لما هو يقيم محمد علي بهذا الشكل وقرابي هذا الأمر يعني مفيش كلام يتقال بعد الكلام دوت إذا كان واحد منهم ومن الناس اللي كانت بتدعون دوت شايف محمد علي بهذا الجهل وبهذا الصفحية وأنه يعمل عمل جديد أجهزة وأنظمة هدف إصلاة الدولة المطرية وحدده تحديدا دولتين أساسين هي قطر وتركيا وده يتزامن مع ظهور محمد ظاهرة ما يسمى بالمقاول الهارب محمد علي وعلى وجود علاقات دي مع السجد القطري في أسبانيا وهذا الكلام تشرف وسائل إعلام تكشف أن هذا الشخص هو الشخص المول وموجه بهدف قاطع الدولة المصرية فما يشهد شاهد من أهلها زي واقل غنيم ويرى بهذه التفاهة وبهذا الجهل وأنه هو يرد عليه بهذا الشكل هنا يعني أفقد كل الهالة اللي حاولت الآلة الإعلامية الإخوانية القطرية التركية صنعتها لهذه الظاهرة القطعية لإسمها محمد علي سيد أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإضاحات زي ما تكلمت مع حضرتك في بداية الحلقة عن دور اللجان الإلكترونية أو العصابات يعني إذا صح الوصف للجماعة الإرهابية وإزاي بيستخدموها للهجوم على كل حاجة في مصر ونشر حالة من الإحباط بنشر الإشاعات والكتب وضرب المعلويات وكمان من الحاجات اللي بتأكد يعني كلامنا اللي احنا بنقوله ده فيه تقرير نشروا موقع اليوم السابع على إن الجماعة قامت باستئجار سبع شركات عالمية علاقات عامة عالمية وطبعا دي بتعمل على إعداد الملفات والدراسات وبتخطط للحملات الدعائية بتمد بالمعلومات المفابركة واللي طبعا بيصدر عنها تقارير بيتم إرسالوها للكتائب الإلكترونية اللي استعانى بيها فيما تقوم به عبر السوشال ميديا من تشويه وطبعا الكلام ده بيتم دعمه بيصور بقى وفيديوهات مفابركة وده طبعا فيه محاولة لصناعة رأي عام داخلي وخارجي ضد الرمز والمسؤولين ويعني رموز الدولة والمؤسسات المختلفة وينجح أو يحاول أنه هو ينجح في الاغتيال المعنوي والنفسي لحضرتك كمواطن نصري وحضرتك ممكن بكل سهولة لو أنت ما تأكدتش وراء المعلومة أنك تقع في الفخد عايزين نتكلم أكتر في الموضوع ده مع المهندس وليد حجاجة خبير أمن المعلومات وانس وليد تحياتي لحضرتك في البداية أهلا وسهلا بحضرتك إزاي نعرف فخ العصابات الإلكترونية واللجان الإلكترونية من خلال يعني حتى شوية المعلومات اللي ممكن أكون قلتهم في سياق الخبر قبل ما استضيف حضرتك طبعا في البداية مش عايز حاركتي يلاقي ولا أي حد يلاقي لأن الشعب الحمد لله شعب المصري بقى عنده نسبة من الوعي كبيرة وحضرتك حتى على المستوى الشخصي هتلاقي ده بدأ يعني يدوره بيبقى باين أوي واضح في السوشيال ميديا لو حد ينزل موضوع أول كومنت بيبقى عليه طفين لينك الخبر ما بقاش للوقت الناس بتفضل الخبر وتعمله شير زي الأول دون التحقق من الخبر ولكن طبعا ما زال فيه نسبة بتعمل كده المشكلة الرئيسية تكمن في أن الأدوات اللي بيتم استخدامها لفبراكة الأخبار والاستحداث أخبار يعني هنقول بتقنية عالية بقت سهلة ومتاحة ومجانية على الكمترنت وده بيخلي بعض الأشخاص اللي معاقومش الخلفية الكافية أن ده ممكن يحصل فيه صدق ولكن أنا عايز أقول للمسل إن فيه أدوات دلوقتي ممكن تستحدث فيديو من العدم ممكن تكتزق كلام اللي حتى قالوا بكل كلام تاني فالسي يعكس المعنى والمضمون اللي الشخص بيقوله القصة الرئيسية في الحيطة دي واللي يهمني لناس اللي تعرفها أن الأدوات بايت كثيرة ومتاحة ومجانية وأي حد ممكن استخدمها ومتعتمدش أن الفيديو علشان هو فيديو وهو حقيقي كان الناس تقول لأ ده الصورة هي اللي ممكن تعمل فابريكا عامولها فوتوشوب لكن الفيديو لأ الأدوات بات كثيرة وسهلة كبير إن استخدمها ومش محتاجة حد إن هو يبقى يعني مخبير ولا حد متمرس في الموضوع عشان يقدر تكون بالأدوات بخلاف اللي كانت اللي موجودة كمان دلوقتي على السوشال ميديا وعلى الساحة بتعمل جاهدة إن هي تشوف أي نجاحات موجودة وتحاول تهدها من خلال أخبار مكتزئة أو من خلال معلومات مغلوطة وده مؤشر جيد بالنازل ده مؤشر إن إحنا مجينا على التراك السليم وده معناه إن إحنا فعلاً من حق نجاحات لأن البلدي كده حضرتك الكلمة بيعويش علاقات طول ما إحنا بنتحرك وطول ما إحنا عندنا إنجازات وطول ما بيحصل تقدم طول ما هيحصل الحمالات المضادة اللي بتحصل على السوشال ميديا أنا براهن على وعي الشعب حتى دي وده بشوفه كتير جداً زي ما قلت الحركة على موقع التواصل الاجتماعي اللي بقى بيضحطاكم بأصل الخبر وبيقدر يعرف الخبر ده ليه مصدر ولا موجودش مصدر أنا محتاجة أتكلم مع حضرتك مهانس وليد لكن بعد ما نتشارك الحديث مع الأستاذ هشام النجار الكاتب الصحفي والمتخصص فيه شؤون الإرهاب والجماعات المسلحة عن فكرة الهاشتاجات المزيفة والزائفة ونشرها بشكل كبير جداً وإزاي إن أنا متوهمش كمواطن مصري من الهاشتاجات المزيفة دي لكن خلينا نتشارك الحديث درواتي مع الأستاذ هشام النجار أستاذ هشام تحياتي لحضرتك ومحتاجة أتكلم معاك في نفس الجزئية دي لكن فكرة إن دي أداة رخيصة جداً هم بيحاولوا إن هم يستخدموها من خلال إطلاق هاشتاج مزيف مثلاً ويحاولوا إن هم يلعبوا عليه ويختالوا المواطن أو المتلقي بشكل أو بآخر المصري اغتيال بقى نفسي وضرب معنوياته والإحباط والتشكيك والألعاب النفسية الرخيصة دي إزاي نقدر نتكلم فيها ونوضحها أكتر للمشاهدين أهلاً بيكي الحقيقة هو البعض بيستخف بالملف ده واللي بتقوم به الجانب الإلكترونية من دور ضمن منظومة الجماعة التحريبية ومنظومة الفوضى يعني دي مرجعية يعني حتى ما قبل صعود الإخوان للسلطة لأنها استفادت من تكتكات حروب الجيل الرابع وإسارة الفوضى عن طريق بس الشعاعات والأكاذيب ومشاعر الإحباط زي ما حضرته كلتي بالغضب على وسائل التواصل الإلكتروني إحنا لو دقنا بنجد أن اللجانة الإلكترونية بتقوم بدور رئيسي مصاحب لكل ما تقوم به الجماعة من مهام قذرة ونقدر نعتبرها شكل متطور ومواكب للتكنولوجيا الحديثة وصورة الاتصالات للي كانت بتعتمد عليه الجماعة قديماً عن طريق المنصورات الورقية اللي كانت بتوزع في المساجد ويتلصق على الجدعان لبس رغاها المنحرفة والمشوهة أولاً للدين للقضايا الوطنية للمجتمع لنظام الحكم وتصوراتها السياسية والفكرية الشائحة وسانياً لنشر تشويها للأحداث التاريخية والرموز الوطنية ولقضايا الأمة وللواقع المعاش وسالياً بتستخدمها لشرعانة ممارساتها التكثيرية العنيفة وعمليات الإرابية وعمليات التكثير والإغطالات السياسية اللي بتنفذها تحت عنوين خادعة مثل إقامة الخلافة وتطبيق الشريعة ونصر الإسلام إلى آخر تلك الشعارات المبرغة من المضمون والمعاكسة تماماً لحقيقتهم ولدورهم فلا هم ينصرون الإسلام الذي لم يتعذى في تاريخه كما تعذى من هؤلاء فشويها صورته وصور على إنه دين إرهاب وتطرف رغم إنه دين الرحمة والسماحة والتعايش الإنساني ولا هم يحملون مضمون إزاي بيستغلوا ده أستاذ هشامي؟ يعني إزاي بيلعبوا على الوطر ده تحديداً لأنه هو وطر زي ما حضرتك أكيد عارف أنه هو وطر وجداني حميم جداً لأي مصري بشكل أو بآخر وهما بيلعبوا على الفطرة دي وتاني حاجة إنه هم بيلعبوا على السم في العسل يعني هم ممكن يبعوا لك حاجة تبدو إنها حقيقية ولكن في جوهرها هي كاذبة مئة في المئة إزاي ده؟ بالفعل الحقيقة لابد من إدراك ضرورة وحتمية مواجهتها بالنظر لأهميتها وخطورتها وخطورة ما تكون به يعني اللجان دي حالياً بتكون بأدوار بمثابة جهاز أعلام موجه ودائم لفضائيات الإخوان بالخاتف بيصل لجمهور كبير جداً من مرتدي وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة نائمة ومخادعة وبشكله مباشر على عكس أسلوب الفضائيات التحشيدي الشعبوي المباشر في مجموعة فاللجان الإلكترونية بتعمل بطريقة القص واللصق وعادة تركيب الأحداث والمقولات ليتلقفها مخدوعون في قضية ما سواء قضية فكرية أو اجتماعية أو سياسية ويروجون باطل على إنه حقيقة صحيح وأخذاً ونقلاً من بسط وضعوا بطريقة خبيثة لهذا الغرض تحديداً أحد قادة جماعة الإخوان من مسؤولي تلك اللجان الإلكتروني هنا بتتضاعف الخطورة الحقيقة معنى ده إن خطورة اللجان تكمن في أنها بتعتمد على نشر أباطيل الإخوان وتحريفهم وتشوههم لمجمل القضايا الوطنية والفكرية والسياسية ليس بشكل مباشر إنه يعني صادر من جماعة إرهابية تكترية هو بشكل ناعم جداً وسلس جداً وهذه خطورتها أنها بتعتمد على نشر الأباطيل على لسان وبأيدي من يتلقفونها من عامة الشعب أصحاب الحسابات على وسائل التواصل ويمكن ده اللي إحنا بنتكلم فيه مع حضرتك أستاذ هشام فكرة السم في العسل وإن هو ممكن يعني يبعلك معلومة هي خاطئة 100% بس تبدو إنها من الشكل إنها صحيحة أستاذ هشام النجار الكاتب الصحف المتخصص فيه شؤون الإرهاب أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً على كل هذه التفاصيل ويعني مهندس وليد إحنا بنتكلم على فكرة الهاشتاجات يعني في يوم وليلة كده بنلاقي هاشتاج ما نعرفش مصدره إيه وفجأة لقيه إنه هو بيتوهم لنا إنه هو منتشر جداً وعايزين نعرف بقى يعني ده بيتم إزاي تفاصيله إيه عشان برضو المتلقي أو المشاهد الكريم يكون عارف وهو ماسك الموبايل بتاعه يبقى عارف إن ده خدعة أو إنها فخ كبير ممكن يقع فيه أي حد ممكن يفقل هاشتاج يبقى نبقى واحد لموت يوم أو يومين أو ثلاثة وده بيعتمد على الأفضل أول حاجة فيها هو عايز يسرف كام علشان من خلال بعض المنصات اللي بتقوم بالخدمات دي بيتحط عليها مبلغ جديد وهو ده اللي بيبقى من خلاله بقدر أرفع الهاشتاج ويعمل هو زي ما يقول كده ريتويت أو ينشر الهاشتاج ده ويخلي أكاونتات تعمل علي مشاركات في حاجة الحاجة الثانية في أدوات كتيرة كده بتطوح لأشخاص ان هم يقدروا يعملوا عشر وعشرين أكاونت من خلال بعض الاسكريبتات صادقة التجيز وده موجود على مقصد كده جداً خاصة بالدفيلوفرز أو بالمطوري البرميات في طريق حضرتك أو أي حد يحصل عليها مكانية أقدر من خلالها أعمل مجموعة من الحسابات الوهمية يعني عشر وعشرين وثلاثين حساب على جهاز كونتويتر واحد وانشر نفس الحاجة على أكثر من حساب ده بخلاف طبعاً فيه برامج من شأنها أن هي ممكن تورتشور نفس المحتوى أو نفس المريدة على أكثر من حساب سواء كان تويتر أو إنستجرام أو فيسبوك أو على أكثر من منصة طبعاً أكثر الحاجات انتشارة هي تويتر لأنه هو أسهل أدوات كتيرة جداً والبرامج اللي بتعني تويت موجودة بكثرة اللي بتخلى حسابات وهمية موجودة وبكثرة ومجانية ده بخلاف كمان معلوم حريك التوتيع من شوية أما قلت حريك المحتوى بيبقى شكل مقبول ده سياسة زكية بيعتمد عليها المشخاص والدول والجمعات اللي هي سياسة زكية بتعتمد على المندسة الاجتماعية وهي فيما معناها تغيير قناعات الشعور من خلال إدراسة سلوكها وإعداتها وإطابقتها وإدينتها اللي جعلها فالمحتوى بشكل مقبول لديها المحتوى ده كان غير مقبول لديها فدي سياسة بتختخت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لمنصات المفتوحة من خلال جمع المعلومات اللي عليها واستياض الغضب في بعض الأحوال لبعض المجموعات واللعب عليها واتزاء بعض الاجتماعات وليعب في سور علشان أقدر أخلي حد يقبل المحتوى لو أقول دوله بشكل مباشر مش هيقبله لكن بحرفه بشكل ما والدوله بشكل مقبول فيقدر يقبله والسياسة دي بتستخدم بين الدول وبعضها بقالها فترة طبيبية جداً ومش حاجة حديثة اسمها لعندسة الاجتماعي مهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات طبعاً حدستنا عبر سكايب أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً على كل هذه الإضاحات المهمة والتي تهم أي مواطن مصري في حرب ومعركة الوعي تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أيها عبد الرحمن إلى اللقاء